هذا وأكد الرئيس عبد الفتح السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي نظرا للخبرة العريضة التي تتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيودالهي السيد سومانت سينها رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور وأكد المتحدث باسم الرئيسة الجمهورية أن اللقاء تنول التباحث حول التعاون مع شركة ترينيو باور الهندية بشأن مشروعاتها الإضافية في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة ترينيو باور الاهتمام البالغ الذي تليه شركة الهندية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الحيدروجين الأقدر لا سيما في ضوء دورها الرائد في العمل الدولي للمناخ